ناس كتير مستنية تطبيق قانون تصالح البناء الجديد اللي اعلنت الحكومة من فترة عن إجراء بعض التعديلات فيه علشان الكل يقدر انهو يقنن أوضاعه بس انتشر بعض الكلام عن زيادة قيمة التصالح بعد ارتفاع الأسعار هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وقيمة التصالح هتكون كام؟ وباب التقديم هيتفتح إمتى؟ وإيه هي اشتراطات البناء الجديد؟ كل دو أكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فتابعونا للنهاية الحكومة أعلنت من فترة عن مجموع التعديلات جديدة في قانون البناء ده علشان تسهل واتبسط الإجراءات على المواطنين اللي حلموه من هما يتصلحوا مع الحكومة ويعيشوا بشكل طبيعي جدا لكن انتشرت خلال الفترة الأخيرة إشعاد بارتفاع تكلفة التصالح بسبب ارتفاع الأسعار يا تارة حقيقة الكلام ده إيه؟ بحسب تصريحات أحمد السيجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في برنامج صالة التحرير إن ما فيش تجهير في قيمة التصالح بمخالفات البناء بسبب ارتفاع الأسعار وجلاء المعيشة وكل اللي بيتقال مش حقيقي قال كمان إن الهدف من تعديلات قانون التصالح هو توفير الرخص وده علشان ما يقعش المواطن فريسة لجماعات المصالح وإن تعديلات القانون الجديد بتقدم تيسيرات كتيرة جدا زي مشكلة الإحلال والتجديد وحل مشاكل طلبات المليون حالة اللي كانت هتطرفت ضيب إيه حكاية المليون حالة دي؟ بحسب تصرحات سابقة الاستجيني لموقع صدى البلد في شهر ديسمبر اللي فات إن في مليون وربعمائة ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني منهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح أصلا دول عبارة عن وحدات سكانية أسر عيشة فيها لما تسأل هل هيتم هدم الوحدات دي؟ رد وقال إن بعد التعديلات الجديدة في القانون خلاص الأزمة هتتحل وده لإن تم تواصل لاتفاقيات إيجابية خلال مناقشة لجنة الإسكان علشان كده طلب من مجلس الوزراء إن هو ينتهي من النظر في تعديلات القانون في أسرع وقت علشان ما يتمش تأجيل تنفيذه السنة اللي جاية بسبب الإجراءات اللي بتاخد حوالي 3 شهور من الموافقة على التعديلات قال كمان إن لو الحكومة عايزة تقضي على مخالفات البناء لازم توفر الرخص بطرق سليمة علشان المواطن ما يستسهلش البناء بشكل جر رسمي لكن السؤال هنا رسوم مخالفات البناء كام؟ بحسب تصرحات مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية لموقع الشروع إن رغم تعويم الجنيه أكتر من مرة وخفض قيمته خلال الشهور الأخيرة لكن قيمة التصالح هتكون زي ما هي في القانون الجديد قال إن أسعار قيمة التصالح في القانون الأديم كانت بـ 50 جنيه حد أدنى للمتر في القرى وـ 2500 جنيه كحد أقصى في المدن وإن الأسعار دي هيتم تطبيقها في القانون الجديد من غير أي تغيير بس يا ترى إيه شروط قانون البناء الجديدة علشان تبعد عن المخالفات؟ بحسب المصدر قال ضمن اشتراطات البناء الجديدة إن الأرض اللي هيتم البناء عليها تكون داخل كردون سكني بالإضافة إنها لازم تكون مقننة طيب إمتى تقدم على التصالح؟ بحسب تصراحات نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قال إن المجلس وافق على فتح تلاقي طلبات تقنين واضع اليد وكمان وافق على تعديلات القانون قال إن بمجرد ما مجلس الشعب يوافق عليه هيطبق والباب هيتفتح للتقنين وتقنين كمان الأوضاع لمدة 6 شهور بكده هتقدر تتصالح برضو في مخالفات البناء لإن القانونين مرتبطين ببعض اشتركوا في القناة